سؤال الاعتراضي دلوقتي الحراكة بتشرحها دلوقتي انا شايف اكيني قاعد في محاضرة حاجة اكاديمية ده مش معناه ان انت وانت كلاعب كنت فاهم كل الكلام ده ده معناه ان انت درست وحضرت دورات تدريبية وخدت رخص وامور كثيرة ليه عندنا بقى في مصر هنا معظم قطاعات الناشئين يبقى فيه لعب نجمي لسه معتزل يقولك هنودي مدرسة الكورة هنودي قطاع الناشئين ها دي برضو نقطة كابتن بدر بس يا كريم انت بتجيب حاجات البهاريس بتاع الموضوع ايوه انا عايز اقولك انا عايز فرصة ان احركت معي بدل ما انا كل يوم بطلع في الحالة اقول كتاعات الناشئين وبتاع انا اقولك كلام في العايم نفهم اللي بيحصل انا اقول لحضرت الحاجة هو اللعيم اللي مبطل ده نجم ولا مش نجم نجم طبعا كيفية التعاون مع البرعم او الناشئ ان انا نزله مش موجود عند النجم ده لانه هو عايز اتعامل عليهم نجم لسه نجم مشهور ولسه الناس اتعاملوا انا فلان لا انت في البراعم والناشئين انت مش فلان انت بتنزل عقلية الطفل ده لازم تنزله مصبوط لمستوى تفكيره ده نمرة واحد نمرة واحد مقرر انت لسه مبطل كورة يا دوب دلست خدت لخصة او كده وعايز تنزل تشتغل في ناس اصلا عايزة تتعلم كورة وانت اصلا عايزة تتعلم تدريب مصبوط هنتقبل في نقطة ازاي صحيح كبير لسه لا انت لسه انت لسه تبدأ انت كنه شغلنا جديدة خالص اه بالنسبة لك دي حاجة انت اه كارير جديد بالنسبة لك ومجال جديد بالنسبة لك صحيح في علم وفي خبرات وفي ناس تابقينك للاسف الشديد ما انك انت نجم ما تنزل مع واحد اقل منك في النجومية واكسر منك خبرة مابتاخدش منه لان احنا كمصريين عندنا الانا كسة انا عارف كل حاجة لا انت مش عارف حاجة انا بدل رجعب لغاية دلوقتي انا لسه بتعلم طبعا مش عيب يا لسه بتعلم لسه بامشي بالقلم والنصاص والورقة عشان لما يجيلي فكرة ما نمشي قبل ما اعملها وقوم تاني وما كملها لو جالي تدريبة لو جالي بتخيل كده جيم وكورة بتتعمل فعمل عليها تدريب واقول يناسب هذه المرحلة السنية يناسب الدرجة الاولى لا يناسب كتاء الناشئين لا ده يناسب البراعم فانت شغلك كله الشاغل انت بتشتغل في حاجة بتحبها فلازم تخلص لها مشكلتنا الازالية ان انت بتدور عن نجومية والفلوس قبل لما تحب اللعبة وتخلص لها ده اللي راح يعني ده النجم اللي راح يدرر في مدرسة الناشئين والبراعم انا بقى عندي مشكلة اكبر مع الادارات ان انت اصلا ليه تاخد واحد نجم انت بتكرمه وتقول له خد جيدي الجيل بتاعنا دي بتاعي او جيل بتاع مصر ده عشان تكرم لاعب اسم لاعب تقول له خد فرقة مش عارف سنة كام فرقة مش عارف سنة كام وفي الاخر كلنا بنخسر مصر اللي بتخسر بالزبط كده مصر اه مش الاندية صحيح الاندية بتشتري اه مش مشكلة كطاع الناشئين اه احد اسباب هدم كطاعات الناشئين في مصر شرها اللاعبين اه وتشوف بقى المشاكل وعدم الاخلاص وترجع لازم تنتمل الفلنة ولازم تنتمل النادي موجود في أولادك بس مش في ابن عمك موجود في ابنك اللي انت ربيته صحيح في بيتك صحيح فده اللي هيعرف يعني ايه فلنة ويعرف يعني انت ماء صح لكن ابن عمك ده جاي ضيف جاي ضيف طيب مش من في مدرسة الكورة ده الحد ما يروح للمراحل العمرية المختلفة النادي بيصرف كتير اوى عشان اللاعب ده تشتغل طبعا مش دي كلها فلوس بتبقى مهضرة بكل المقاييس اقل من انت تشتري لعب صح هالتكلفة اللاعب ابنك وانا عند تجارب كتير في مصر في النادي الاهل اشتغلت في النادي الاهل بس قول زي مين عشان الناس تفتكر بقى يعني انت ترزي جدا ورمضان صبحي واحمد حسن كوكا وانا بقولك المحترفين يعني اولادي وكريم حافظ وكريم حافظ وربيع وكهربا مش عايزة انسى حد يعني حوالي 12-13 لعيب احمد عسل ريان احمد حمدي الناس دخلت فلوس ولا دخلتش دخلت طبعا طب احنا صارتنا عليها قد ايه اقل اكيد بكتير من فسل دخلت لا اقل بكتير قوي طبعا يعني مش هقولك اركوم يعني مش معنى كده ان انت بصرفش لقى صرفت ووفت جنبه وكل حاجة لكن احنا لو عملنا كده وبقى عندنا تالح حاجات بنشتغل عليها لعب للفريق الاول في النادي الاهلي مثلا لعب للاعارة وبعد كده يرجع النادي الاهلي لعب لأوروبا عشان يدخل فلوس ورجع لي تاني صحيح لازم تشغل يبقى عندك بلان صحيح ويبقى عندك خطة تشتغل عليها وستراجيا انت ماشي بيها صحيح وده اللي فرق مع النادي الاهلي الفترة اللي كنا شغالين فيها مع الخواجر بقى عندنا لعيبة قعروها كتير جدا وبعد كده حتى في لعب بيشت كتير بلاش ورجعنا اشتريناها لعيبة قعرناها للأندية ورجعت لنا لعيبة بقت في فريل الأول لعيبة بقت في أوروبا فده ده كتير عن النشئين كتير عن النشئين مش ان انا اخد كالصفيح او مديليا صفرة اه دهب وبتطيض بعد يومين مش عايز بتقول مش عايز انا دي لكن في نفس الوقت عشان انا حمست المصر بعد كده ما بقاش عندي لعب انهزامي صحيح فاجان اقول اي زي الاجانب ما تكلمنيش على نتائج لا ما انت حضرتك لو بشتغل كويس والبلان في توازن بين الاتنين بين ان انت بتعمل لاعب وتاخد بطولة فانت هتعمل حاجتين ماشيين في خط واحد حعمل لاعب حعمل لاعب وحعمل بطولة صحيح ما انا شغال كويس صحيح يبقى عندي لعب كويسة وعندي بطولات كويسة صحيح لكن لو انا عندي لعب كويس ما بياخدش بطولة يبقى انا اتطلعت لاعب ليزي خير عنده تحمل مسؤولية وما اكترهم في مصر دلوقتي للأسف شديد لاعبك كويسة لكن ما ترباش على بطولة يعني ايه يعني ايه اوصل منتخب مصر نهائي ما اخدش بطولة صحيح الفريد تاني احسن منك في ايه بالعكس مش احسن منك ولا حاجة مصبوط لو انت ما تربتش انك تفرق من لاعب تصنعه عشان يمسل مصر ويمسل نديك ويبقى لعب كويس قوي وفي نفس الوقت يجبلك بطولة صحيح يجبلك بطولة لناديك ديك هات موجودة لكن عندنا الاتنين فضل الله تعالى صحيح اشتركوا في القناة